ايها الاخوة ايتها الاخوات مرحبا بكم جميعا تحية خاصة لجميع الاخوة والاخوات المشاركين والمشاركات في القناة تنوجههم للتحية ديلي تنوجه لهم السلام ديلي مرحبا بكم مرحبا على التفاعل ديلكم التعليقات يعني تبارك الله عليكم يعني هاتش اللي غادي نقول لكم الموضوع اللي غا نضرو عليه اليوم وهو وطائق سرية يعني تسريبات سرية من الصفارة المغربية صفارة الامارات في المغرب اللي كتقول لك سيدي ان عائلة محمد السادس مختارقة يعني العائلة مختارقة كيفما كان عارفوا ان دول الخليج ماشي دول الخليج كيفما كان عارفوا مؤخرا ان حكام السعودية وحكام الامارات انهم يريدون بسط ايدهم على جميع الدول دول المنطقة كيفما بغت تكون يعني دول افريقية ولا دول الخليج ولا دول شمال افريقيا يعني اي مشكل دبتي يوقع مثلا بحل تونس خلقوا لها مشكل في الجزائر كان مشكل مع معهد النسادو في المغرب خلقين مشكل اذا جاءتشوفوا مثلا ذلك القادية ديال المغرب ايران كدار ملي المغرب جراء على السفير ديال ايران ومع سميته وقليم تونس مغير هذا كل شيء ماشي ديال المغرب يعني ماشي 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 قرار مغريبي ولكن كان قرار اماراتي سعودي لان المغرب من بعد 2011 كانوا وقعوا ذلك الاتفاقية انه يكون ذلك الاتحاد الممالكي يعني دول الخليج والمغرب ودخلات معامة الأردن لانه يجمعوا جميع الممالك اللي كان في المنطقة ودروا واحد الاتحاد الممالك يعني بش يدافوا على رؤوسهم لان من في 2011 كان دخلهم الصاد كان دخلاتهم الخلعق لانه بدأت انظمة تسقط يعني دول الخليج يعني حكام الخليج يعني بدأت كان دخلهم بدأ يوصلهم الصاد هاد شعل شكونوا ذلك الاتحاد الممالكي اللي كان عرفو كيتزعموا الخليج والامارات زعامة الخليج والامارات اللي هما عبارة عن قدارة المجتمعات اللي عكين على وجه الأرض وهو يعني النظام السعودي والنظام الإماراتي يعني أقدر أنظمة على وجه الأرض لحد الآن فوق الأرض أقدر أنظمة يعني هما النظام السعودي والنظام الإماراتي كيف ما كان عارفو يعني جميع دول الخليج كلها بحال بحال كلهم تقلبوا مثلا على بس سيطرتهم على جميع دول المنطقة بمساعدة إسرائيل هذا الشكل القوم يتهافتون ويتصابقون لربط علاقات مع دولة إسرائيل ولكن ما قدروش مثلا يوصلوا للمغرب يعني ما قدروش ما قدروش مثلا يديروا شي حاجة في المغرب علاش ما قدروش مثلا بحل يديروا في السودان يعني يعني كتعرفوا أن العالم مؤخرا فيه شوية ديال كان وحد الأزمة في المغرب ما يقدروا يدوروا علاش لأن المغرب هما إلا كان مثلا كيتصابقوا بشي تقربوا لإسرائيل المغرب عنده علاقة مع إسرائيل منذ أكثر من خمسين سنة سوف يدير أن أي حاجة غير يديروها ستمنعهم إسرائيل لأن ذك الآليات والإمكانيات الإلكترونية اللي كتستعملها مثلا الساعد والإمارات للتجسس على باقي الدول وعلى زعماء الدول كل هجر يمن إسرائيل إسرائيل عارفها ما يديرو هاتش مثلا ما غير يخليهم شيدروا شي حاجة في المغرب ولكن هنا شنو تيقولك أود أن الأزمة لأن الشكول لنه ما تيهمني أنا اللي تيهمني هنا اللي تيهمني بزساف وهو تيقولك أسدي أن طلاق محمد السادس والأميرة السلمة كان بسبب الإمارات بسبب المخابرات الإماراتية علاش غاد نجيبه يعني هو التسريب طويل جدا تهدر على عدة على عدة جوانب تهدر مثلا على عدة دول تهدر على القضارة يعني وكي يهدر على التجسوس تهدر على الملايير اللي كتخسرها هات الدول أوليوه باش تمشي تخسرها مثلا في في تقديم المنطقة تيخسروها باش كي باش كي يقوي تجسو على دول أخرى حتى أن مثلا دابا أن ليبيا ذلك الشي اللي وقع في ليبيا هو من من صنع الإمارات يعني ذلك ذلك السراع اللي وقع في ليبيا لحد الآن مبغى شي تتحبس هو من صنع الإمارات لأن الإمارات تريد السيطرة على البترول الليبي يعني هاتش اللي جا في التسريبات هذا هو الهدف ديالهم من زعزعات المنطقة يعني يريدون السيطرة على خيرات المنطقة لأنك تعرفوا أن الإمارات عندها أزمة مالية أن الإمارات يعني السوق المالية ديالها بدأ في السقوط وداب وأن يعني البترول ما غير بقاش قادل لهم واحد النار دابا تيقلبوا كيفاش أنهم يسرقون أموال الشعوب الأخرى يعني بطرق بطرق يعني خبيتة جدا ولكن اللي 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 غير نضروع عليه هو الطلاق دير محمد الساديس وزوجته الأميرة سلمة يعني أشنو هي الأسباب الحقيقية هنتم ما إليس تشوفونا تيقل قلق إماراتي من تأثير للا سلمة على المالك هذه وطائق مسربة من الصفارة الإماراتية في الرباط قلك في الوثيقة المعنونة بتقرير حول دور الأميرة للا سلمة في زيارة مالك المغرب إلى قطر يريد القائم بالأعمال الإماراتي بالإنابة سعيد ماهير الكتبي مايلي أفادت مصادر مطلعة أن الأميرة للا سلمة حرم جلالة المالك محمد الساديس مالك المملكة المغربية التي تربط وعلاقات خاصة بالشيخة موزا ولموزا بن تناصر المسند والدة أمير قطر رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية ببرمجة زيارته إلى قطر بموازاة الزيارة التي قام بها إلى الدولة لحضور افتتاح متحف اللوفر في أبوظبي أكدت هذه المصادر أن الأميرة للسلمة تتطلع بدور مؤثر لتطوير علاقات المغرب بقطر وأنها لعبت دورا كبيرا في تعزيز الاتصالات مع الأسر الحاكمة في قطر وأنها تستضيف الشيخة مزة في إطار زيارة خاصة تقوم بها إلى المغرب لوحد أن اتصارات قوية تربيط بين الأميرة للاسلمة حرم العاهل المغربي والشيخة مزة بنت ناصر المسند التي تحضير سنويا في مهرجان الموسيقى العريقة بمدينة فاس المغربي الذي ترأسه الأميرة للاسلمة وبالمقابل شاركت حرم العاهل المغربي في أعمال مؤتمر القمة العالمي للإبتكار في الرعاية الصحية في نوفمبر 2016 تلبية لدعوة من الشيخة موزة أضافت المصادر أن الشيخة موزة بنت ناصر المسند أهدت للأميرة اللي سلمة فيلا بجزيرة كيا اليونانية بقيمة 3.8 مليون يورو يعني دار اللي في اليونان لديل اللي سلمة ديل الأميرة اللي سلمة كم تيقولون أنا يعني ماذا يقولون الأميرة يعني ديك الفيلا اللي في اليونان رامش ديالها ومش ديالي محمد السادس يعني أهدتها لها الأميرة موزة هي التي تأهدتها الفيلا الموجودة في جزيرة كيا اليوناني بقيمة 3.8 مليون يورو وبالمقابل أهدت الأميرة اللي سلمة لشيخة موزة مزرعة بمنطقة بيلويدان التي تقع بين مدينة بن ملال ومراكش وسنعته تبدل الخيرات يعني الأميرة سلمة هدت سيد الموزة فيرمة ما عرفناش هذه الفيرمة ما عرفناش قداش قال لك سيد مزرعة بمنطقة بيلويدان وعشر عشر منطقات بيلويدان أجمل مناطق المغرب منطقة بيلويدان التي تقع بين مدينة بن ملال ومراكش كما أهدت الأميرة اللي سلمة قطعت أرض للشيخ للشيخة موزة لبناء إقامة لها بمدينة مراكش وتم تكليفة شركة بريماريوس المملوكة للقصر الملاكي بالإشراف على تصميم إقامة الشيخة موزة وبنائها هناك تجند وزراء مغاربة هنا الإمارات تجند وزراء مغاربة لخدمة مصالحها في المغرب في وطيق مؤرخة في 20 نوفمبر 2017 تحمل عنوان تقرير حول امتناع الوزير المغربي المكلف بالجالية المغربي بالخارج وشؤون الهجرة عن حضور المؤتمر السنوي للشرطة الدولية حول مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص المنعقد في 6 و7 ديسمبر المقبل بالدوحة هنا تقرير حول امتناع الوزير المغربي الوزير المغربي كان من المفروض يمشي المؤتمر حماية مكافحة الاتجار بالبشر التي سيكون في قطر ولكن دخلت الإمارات ومنعات الوزير من حضور هذا المؤتمر يحتفي القائم بالأعمال الإماراتي بالإنابة سعيد ماهير الكتبي بهذا الإنجاز قائلا إن جهود السفارة نجحت في تني معالي عبد الكريم بن عتيق الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالجالية المغربية بالخارج وشؤون الإجراء عن المشاركة في المؤتمر السنوي الخاص التي تنظمه الشرطة الجنائية الدولية الانتربول الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص والمقرر عقده في 6 و 7 ديسمبر 2017 بالدوحة إلي جيتوا تشوفوا يعني هالتواريخ كلها متقاربة تشوفوا مثلا زوجة المالك الأميرة سلمة يعني اختفت في ديسمبر 2017 يعني على إتر هذه الأحداث كلها اختفت الأميرة سلمة يعني هذه هي الأسباب يعني هنتم مازال مازال سوف نكمل هذا قالكم بعد أن يصف الكتبي بن عاتق بأنه تربطه علاقة جيدة مع السفر الإماراتية يلفت إلى أن الآخر تلقى اتصار هاتفيا من معالي ناصر بوريطا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي حيث أكد عليه أهمية وضرورة المشاركة في المؤتمر غير أنه رفض المشاركة بناء على تمنياتنا عليه ووافقا الوزير المغربي على وجهة نظرنا بأن قطر ليست لديها سياسة خارجية واضحة وأن التطورة الحالية في المنطقة تقتدي تفادي أي اتصارات مع الجانب القطري خصوصا بعد حادث نشر الصورة لجلالة المالك محمد السلس بدوحة وهو يحمل وشاحا مكتوبا عليه لكم العالم وننتمهم وينقل الكتب عن ابن عاتيق كذلك تأكيده أن وزارته تعطي الأولوية في علاقتها مع دول الخالي بشكل عام لتطوير تعاونها مع دولة الإمارة العربية المتحدة بشكل خاص تطوره الوزير بن عاتيق عيط لي وزير الخارجي اللي هو بوبرويتا قل لي كيف ستحضر المؤتمر في قطر ولكن هذا الأخير رفض يمشي حضر المؤتمر وهنا ما قال قل لك استلقى هاتفا من معاني قل لك بوبرويتا عيط لي باش اسمته ولكن رفض قل لك اسمع ما قال لهم قل لك حيث أكد على أهمية وضروة المشاكل غير أنه رفض المشاركة بناء على تمنيات عليه يعني وزير الهجرة لمشي للمؤتمر لأن على التماني عدك الشي اللي تعاون أمني بين الدوحة والرباط في الوثيقة المعنونة بتقرير حول زيارة المغرب إلى قطر يلحظ السكرتير الأول في السفر الإماراتي في الرباط سيف خليفة الطنيجي حضور فؤاد عيلي هم مستشار جلالة الملك وأقرب المقربين لجلالته والمقرب للجانب القطري في المباحثات كذلك يلحظ استثناء ياسر الزناقي مستشار جلالة الملك في الحضور رغم أنه يرافق جلالة الملك في الزيارة ورغم أنه له علاقات ومصر احتجارية مع الأسر الحاكمة في قطر ويعتبر الطنيجي حضور فؤاد عيلي هم مستشار جلالة الملك المكلب بالأمن القومي ومحمد ياسر المنصوري المدير العام للإستخبار الخارجية مؤشرا على وجود التعاون أمني واستخباراتي بين البلدين إضافة إلى وجود رغب بلد الطرفين لرفع مستوى هذا التعاون التنائي ويشير الدبلوماسي الإماراتي ضمن الوثيقة نفسها نقل على المصادر المطلعة أن السفر المغربي بالدوحة قامت بالتنصيق مع السلطة القطرية بتعبئة المغاربة المقيمة بالدوحة للحضور بكتافة في الاستقبار الرسمي والشعبي الذي خصصه أمير قطر لملك المغرب أثناء وصوله إلى الدوحة تصوروا أن السلطات المغربية تفاهموا مع دولة قطر وهضروا مع السفر المغرب في قطر لكي يجمعون جميعهم لكي يستقبلوا محمد الثالث معه وشهدوهم ولا ولا ما نسميته المهم فهد تصريب هذا الذي بلينه هو أن الطلاق كان سببه هذه المشاكل وعاد لكي نؤكد أن الطلاق كان سببه هذه المشاكل بالصح قال كاسيدي السفر الإماراتية لإبعاد مزة عن قصر الحكم في المغرب سمعوا أن الإمارات تريد إبعاد مزة من العائلة الملكية المغربية لكي يتمنع العائلة مزة أنها لا تبقى مع العائلة الملكية لأن مزة كانت علاقات مع زوجة الملك سلمة بناني وهنا الإمارات دارتما في جودة لإبعاد هذه لتكسير هذه العلاقة وهنا سنرى كيف تتخلص من هذه العلاقة الموجودة بين الأميرة مزة وسلمة البناني يكتص 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 الصفر الإمارات في الرباط كل صغيرة وكبيرة في التحركات القطرية تجاه المغرب هذا ما تجليه الوطائق المسرمة من تلك السفارة والممهورة بتوقيع السافر ساعد الكتبي أو السكرتير الأول في السفارة سيف خليفة الطنيجي يعدد الكتبي في اثنين من أصل خمسة وطائق ما تقوم بالدوحق من خطوات لعدم لدعم حزب العدل والتنمية من جهة والترويج لقضيتها في الشريع المغربي من جهة أخرى من بين الخطوات المذكورة دعم الجمعيات الخيرية التابعة لحزب العدل والتنمية حيث يتم التركيز على المنطق القراوية وهذا من شأنه توسيع نفوذ الحزب العدل والتنمية في هذه المناطق واستقطاب تأييدها في الانتخابات المقبلة نقص هذا تقرير حول تحركة السفارة القطرية في المغرب هذه مراقبة السفارة دوبي لتجسس بيناتهم خطوات يضافوا إليها وهنا مثلا ترى أن بن كيران يقول لهم بعض الأحيان يقولون أنا أريد أن ندوز تقاعد القطر يعني كانت علاقات سابقة بين الحزب العدل والتنمية ودولة قطر خطوات يضافوا إليها بحسب ما يريد في وثيقة أخرى معلون بتقرير حول اتصالات لوكالة إعلانة دعائية لفائدة قطر وموديلة باسم الطنيجي 14 نظومبر 2019 استعمال وكالة الاتصال والإعلانة من أجل نشر دعايتها أي قطر وإخبار بما يخدم أجندتها السياسية في المغرب إذا ذلك تقوم الصفر الإماراتية بشرح مخاطر السياسة القطرية في المغرب وتهديدها لأمن البلاد وهذا ما يحتاج أيضا إلى تدخل جهة العليا في الدولة مع جلالة المالك لتبيان دور قطري التخريبي على حد تعبير الكتب في الوثيقة الأولى عينها أما بالنسبة إلى العلاقة بين الدوحة ومحمد السادس وعائلتي وحاشيته فيبرز الحديث عنها في وثيقة أخرى واحدة مؤرخة في 15 نوفمبر 2017 وتحمل عنوان تقرير حول زيارة المالك إلى قطر وتانية معلومة بتقرير حول دور الأميرة سلمة في زيارة مالك المغرب إلى قطر في 17 نوفمبر 2017 يعدد السافر من خطوات لدعم حزب العدل وتنمية التواريخ متطابقة مع اختفاء الأميرة سلمة في ديسمبر نوفمبر 2017 تمثل اختفت وهنا كان تدخل من الإمارات ومن السعودية لكسر هذه العلاقة لأنهم قالوا لي أن قطر تستعمل الأميرة موزة لنشر المد القطري في المغرب وهنا يعني كتشوف الأسباب أن الأميرة سلمة أعطيت الأميرة موزة أعطيتها فرمة في بلويدان معرفنش هذه الفرمة كيف أنا اعطيتها أرض لبناء فيلا في مدينة مراكوش معرفنش كيف ستكون الأميرة موزة أعطيت الأميرة سلمة الفيلا في قطر لتمانها 3 مليون أورو فاصلة جوج هاو هذا فضلت المصادر أن الشيخ موزة بنت ناصر المسند أهدت للأميرة سلمة فيلا بجزيرة كيير يوني بقيمة 3.8 مليون يورو وبالمقابل أهدت الأميرة سلمة للشيخ موزة مزرعة بمنطقة بالويدان التي تقع بين مدينة مليملا ومراكش ويعني هنتم هنا كتشوفوا يعني 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 غير حاولوا تربطوا التواريخ يعني جات لأن هذا ما يقع في المغرب الطلاق تواحد ما فاهموا تواحد ما كان عارفوا هذه تسريبة تخرجت لأن دول الخليجية التي كانت سبب في هذا الطلاق وخاصة دولة الإمارات التي اتهمت دولة الإمارات اتهمت الأميرة السلماء بالتعاون مع دولة خارجية التي هي دولة قطر وكي ذلك العلاقة التي كانت معها هي الأميرة يعني بتبادل هدايا والتخرب يعني هنا الأميرة السلماء اتهمت ليس اتهمت ولكن في الحقيقة تصور واحد سيضع فيلا في اليونان 3.8 مليون أورو فهم اللقاء